في البداية، مصر اشتغلت على الملف ده من 2014 وطورت عدد من المواني علشان يبقوا فعلاً نافذة بحرية دولية الكلام ده ممكن يدخل لمصر غير قصة الاستراد والتصدير يعني إزاي نستفيد منه اقتصادياً تحديداً في ملف العملة الصعرية بص حضرتك لما نجي نتكلم على مينة بحري فده حدث في حد ذاته على مستوى التجارة العالمية لأن المينة البحري عبارة عن نافذة على العالم مش للبلد بس مش للبلد اللي هو فيها لأن المينة البحري عبارة عن ممر للتجارة العالمية سواء في التصدير أو استراد لو احنا جينا نتكلم على مواني مصر الخامسة اللي في الرانك فيهم اتنين مرتبطين بموقع مصر الجغرافي العبقاري جداً رحمة الله عليه جمال الحمدان جمال الحمدان لما قال فعلاً هو عبقاري لأن انت ممكن تستفيد بس من تجارة التنفيذ ما لا يقل عن خمسة ستة مليار دولار سنوياً من خدمة انت بتعملش اي حاجة خالص لأن موقعك حلو جداً وعندك خدمات لوجستية جوه المينة بتتدول بضايع دخلت الكنتينر في مينة الجاف بتجي وتمشي ما بتخشش عندك خالص وميناء بورسعيد است بالذات اللي هو في الرانك نمر 17 عالمياً نمر 17 عالمياً لوجستياً ازاي تتعامل مع المينة البحري عبارة عن واجهة بحرية عبارة عن مدخل وارصفة عبارة عن منطقة لوجستية بتخزن وتتدول فيها البضاعة وبعد ذاهر ميناء وبعد تخش البلد ممكن تخش البلد عشان تعدي المينة اخرى ممكن تخش البلد عشان تروح ببلد اخرى يعني انت حضرتك عندك ميزة خطيرة جداً في مصر ان انت في شمال افريقيا وعنده 15 دولة لند لوكد جوه افريقيا اسف يعني حبيسة جوه افريقيا انت ممكن ترتبط بها كلها لوجستياً وتبقى انت الواجهة البحرية بتاعتها يعني موضوع تطوير المينة البحري مش بس عشان البلد احنا لو قدام مينة نعمل خط قطار متعدد يتحرك للدول مظاهير الميناء لابد ان ترتبط الارصفة بالتلات حاجات في النقل الداخلي النقل البري والنقل بسكك الحديدية والنقل النهري عبقرية انشاء قناة السويس خلت ميناء بورسعيد عملوا حاجة اسمها الميناء الداخلي بيربط ميناء بورسعيد بنهر النيل من 1269 يعني كانوا مهتمين بظاهير الميناء احنا بننقل في مصر وعمائة وخمسين مليون طن داخلية كلها بالعربيات تقريبا لازم ينتهي ده لازم نفكر لوجستية نفكك القصة نفتت القصة دي على الثلاث قطعات نقل بري نقل سكك حديدية ونقل نهري